حاجة تانية الحياة اللي عايزة تكلم عليها شوية التحكيم لانه في فترة وجودي في المغرب يعني ما كانش بيتاح لان انا تابع المباراة بالكامل بس الحمد لله يعني كرة بلس بيخلوناش محتاجين لحاجة فبقوم جاية هتطلق ملخصات كاملة بلا شك ان هناك عدد من الحكام الصعيدين نجحين انا عاليش مش فاكر كل الاسماء لكن دايما بيحضرني حمد الجلاوي بيحضرني سيد مونير الشهدي كزا حد يعني وبلا شك ان هناك حكام دوليين ممتازين وبلا شك ان هناك بعض الحكام لا يستحقوا ان هم يحملوا الصفار ما ينفعش يصفروا خالص ما ينفعش يمسك صفار ليه بقى لان انا انادي طلع عيني وبقالي فترة عشان اكون فرقة عشان ااخد مركز متقدم عشان 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 فتيجي او عشان ابقى في الدور العام فتيجي حضرتك بصفارة لا عارف انت مسكها فين ولا راح فين ولا جاي منين وتبوص كل ده في مجهود بيبزل اه في اخطاء كتيرة في العالم كلهم مش في مصر بس في فار الحكام النهاردة بدأوا يعتمدوا على الفار اكتر ما بيعتمدوا على نفسهم في الملع ولكن اتوقف الحقيقة عند موضوع مهم جد انا اللي بقول لك اهو في حكام ما ينفعش يمسكه سفارة والله ما ينفعه يمسكه سفارة ولا يقعدوا قدام الفار واكيد انتوا عارفين انا بقى صدمين لكن في نفس الوقت ما ينفعش ان انا افابرك مكالمة تلفونية عفوا افابرك حوار بين الحكم كابتن ابراهيم نور الدين والحكم كابتن واقل فرحان ما ينفعش واحد يوم جاي عامل انا انا بفم في حيطة دي شوية وانا باجري بروح على المصادر نفسها يعني عشان نعرف القصة ايه يا كابتن نور فيه بنالتي لا يا كابتن نور ماشي ماشي خلاص ماشيها امر دا ما يحصل امر الحق وانا هقول لك بقى اسرار ما حدث بالامس بغرفة الفار اللي حصل بالزبط في الكرتين دول تخيل بقى الكرة الاولانية وجهة النظر اللي حصلت انه الدفعة لا ترقى لمستوى ضربة جزاء بقول لك وجهة النظر اللي انا مختلف عليها اللي انا شايف انها ضربة جزاء صحيحة مية في المية انا بقول لك اهو صحيحة مية في المية لكن وجهة النظر اتفقت ما بين الحكم في الملعب وما بين حكم الفار انها لا ترقى لمستوى ضربة جزاء انها فيش ايدين ممدودة انا بقول لك الحوار اللي حصل بالزبط فيش ايدين مفرودة انه رجل اللاعب بتاع الاهلي في السقوط دي وجهة النظر بتاعتهم هما الاتنين استنى بس عشان يتقل جاي ورا ايه دا شوية هقولك انا بالزبط اللي حصل يعني وبالتالي خلاص مفيش بار لما بقى يقول له تعالى فيقول له ايه بقى الحوار كده يا كابتن ابراهيم ده عشان ابراهيم اللي كان في المرعب بقى هناك احتمالية وجود ضربة جزاء في اللعبة دي نرجو المراجعة فالكرة تطلع برة فييجي الكابتن ابراهيم يراجع عمره اقول له خلاص يا كابتن نور امرهم امرهم قالوا لابراهيم نور الدين يا نور خالص يعني ما ينفعش يعني وحتى الصورة اللي حطينا حطينا صورة فيها واحدة سيدة لا احنا عندنا غرفة فار يا جماعة ما عندناش عربية فهذا حوار مفابرك ولا اساسة لو من الصحة لكن تعالى بقى على البنالت اللي اتحسبت وانا بقول لك الحوار الذي داره بين ابراهيم نور الدين والفرحان زي ما قلتلك قبل كده الحوار الذي داره بين محمد الحنفي ومحمود دسوقي لما محمود دسوقي جاب له من الزاوية واحدة ومحمد الحنفي قال له لا الزاوية التانية قال له الزاوية التانية وبأكد لك على اللي انا قلت اهو تاني وبالفعل خد عشرة اخمتشار ثانية قال له يلا يلا جون جون يلا حبيبي خلاص ويا الشاي السماء العليم من الكرة دي تتكرر في ماتشة ظن للزمالك او حاجة وجون وتلعبت وتحسبت زي ما كن موليد كرة البنالتي بقى اللي اتحسبت للنادي الاهل واللعب شغال ابراهيم نور الدين هو الذي خاطب حكم الفار وقال له انا شاكك في اللعبة دي انها بنالتي شايكلة عليها قال له شاكك في الكرة دي انها بنالتي شايكلة عليها كويس فاتلعبت لحد ما اه طلعت برة راح شايك عليها المساعد اه اه او الحكم الحكم الفار قال له استمر في اللعبة وانا بشايك عليها شايك عليها قال له تعالي قال له تعالي هو ابراهيم نور الدين اللي قال له هو في الملعب باحساسه طب لو ما كانش قال له كان هيجيبه برضه جابه انا بس اعتراضي علي الكابتن ابراهيم السفارة بس تهدى شوية هو تشد طبعا يعني الماتش تشد معا يعني فابراهيم نور الدين او الكابتن ابراهيم نور الدين طلبة من الكابتن وقال فرحانة النشايك هو قال له استمر انا كده كده حشايك فشايك قال له تعالي شافها تأكد انها ضربة جزاء راح مدي ضربة جزاء حاملة تشكيك ليه بقى فيديو مفابرك نبني عليه ليه بقى والوقتي مش محتاج ولا مستحمل ولا كل الامور دي انا بقولك بالزبط ما حدث وانا عمري ما بقولك حاجة زي دي وكون انا عندي اجتهاد فيها ده مش اجتهاد ده يعني لف التليفونات قد كده عشان اجيب المعلومة من مصدرها ما بقولش مصدرها اللي هم الحكام يعني بس اجيب المعلومة الصحة بنسبة 100% يعني انا دايما بحتفظ بمصادر يعني بس دايما الحمد لله من فضل الله في معظم الاوقات 99-18% بطلع كلامي صح قديم بارح